اهلا بكم محبا يبيو طلاب بريبتو النهاردة هناخد لسن فور في الالجيبرو الليسن ده مهمة قوي الليسن ده مهمة قوي وانا عايزك تركز فيه في كل كلمة نقولها هتقول لي انت كل فيديو بتقول عليه الدرسة مهمة لان انت منهجك اصلا بالذات تاني اعدادي مهم جدا لاني يعتبر عصب المس يعني مانا اقول اعدادي مش مهم زي ماناك تاني اعدادي ماناك تاني اعدادي بالذات هو من ضمن الحاجات اللي بتخليك تقدر تكمل فيه ما بعد لانه مهم جدا بتاخد فيه كمية معلومات رهيبة من ازاي اعدادي منهم الدرس ده الدرس ده ممكن تحس بالاخبطة ممكن تحس انك تايل فعلشان كده ان مش عايزك توصل للمرحلة ده المطلوب منك انك تفهم كل الكلمة انا بقولها ادي حاجة لحاجات تانية تلتزم بالجزء اللي هديولك ده بس يعني ما تقولش انا هكمل انا الدرس ده لان ساعتها انا معارف انا بديك ايه فانا يهمني ان في الفيديو ده تفهم المعلومات اللي بدلك في الجزاليات وبعد كده ما تستعجلش نكمل في فيديو تاني اللي هينزل بعديه بحيس انك تقدر تجمع المعلومات مع بعض كل معلومة تاخد حقها في الفهم وفي التطبيق كمان وفي الحل عشان في الآخر انا يهمني انك تفهم الدرس ده من اوله لاخره يعني الانترفال اول حاجات ده السيمبل بتاعتها ده السيمبل بتاع الانترفال تمام كده تمام ولو جينا نعمل برضو سيمبل تانية دي اللي هي التانية دي دي اسمها الساة يبقى دي اسمها انترفال ودي اسمها ساة اطلق لي معروفة طب عايزين نفرق بينهم لو احنا مثلا حطينا هنا مثلا وان وفور وحطينا في ست هنا ويا برضو وان وفور هيا ترى الكلاة اللي اتنين شبهها بعض اللي اتنين زي بعض لا طبعا مختلفين تماما مختلفين تماما ليه الانترفال ديت اسمها انترفال 1 and 4 1 to 4 ايوة الانترفال دي معناها ان ال numbers from 1 to 4 معنا يبقى هنا قصده بيتكلم عن ال numbers اللي هي هتكون من اول ال 1 لحد ال 4 يعني هتبقى 1 2 3 4 اما ال set 1 و 4 يبقى هنا قصده على ال 1 و 4 بس ال 2 elements 2 بس او الله يبقى هنا ال set دي اصلا ايه 1 و 4 قصده هنا ايه على ال 2 numbers طب يا مستر اللي في النص اللي هو 2 3 لا مش معنا خالص مش معنا خالص عارف انت لما يكون ايه يقولك ايه انت بتحب الموز ولا التفاح ولا الفراولة ولا التين فيقولك انا بحب الموز والتفاح بس البقين مش معنا يبقى ده set و 1 و 4 في ال 6 اسمهم elements دول اسمهم elements ركز باللعلي طيب نرجع تاني للايه ال interval السمبل بتاعتها ديت بصل جوه دي اسمها closed closed interval طب يعنيه closed closed دي معناه ايه closed دي معناه الموز 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 و 4 دي برضو closed دي برضو الموز طب شوفي بقى السمبل دي طيب لو احنا بقى جينا شنا السمبل او ال interval بتاعت الفور دي بدلا ما هي كده خلناها كده دي كده قبل اسمها قبل اسمها ايه قبل مفتوحة طب يعنيه معناه ايه معناه ان الفور دي مش معايا مش من ضمن ال interval يبقى انا كده قصدي على 1 عشان هي closed وال 2 اللي في النص وال 3 طب والفور طارد ليه عشان هنا ال interval بتاعتها open و open دي معناه ايه مش موجودة ركز بالله عليك بالله عليك بالله عليك يا راجل يا طيب يبقى معنى كلمة open يبقى ال number اللي جاب دي مش معانا في ال interval طيب لو احنا جينا بقى فتحنا برضو التانية ديت ال 1 ديت بدلا ما خلنا ناكلوز ده خلنا برضو open كده تعب ده معنى ايه ان ال 1 دي برضو باهاش معانا في ال interval فعلشان كده ال 1 خلاص راحت cancelناها وال 4 برضو cancelناها اما هنا ال numbers اللي هتكون between 1 و 4 لية 2 و 3 هما دول اللي هيكون معانا هنا في ال interval فعلشان كده هنكتب هنا ايه 2 و 3 يبقى هنا قصدنا على ايه 2 و 3 تمام يارب تكونوا فاهم لحد كده يبقى معنى معنى ان ال interval بتاعتي بتكون هنا open يبقى ال number اللي جاب دي مش موجود معايا اما لو closed يبقى ال number اللي جاب ده هيكون ايه معايا طيب لما يكون هنا مثلا عندي في ال number line نرجع تاني كده في ال number line عندي حاجة جديدة عندي هنا سيمبول جديدة هنا عندي هنا ال numbers وطبعا احنا عارفين ال number line ال number line لهاية ال numbers يعني فدي احنا بنعبر عنا بحاجة اسمها positive infinity اللي هي السيمبول بتاعديديات positive infinity وبرضو كذلك برضو في الناحية التانية عندي هنا negative numbers اللي هنا والاخيرة اللي احنا مش ما نعرفهاش فبنعبر عليها هنا بيكون negative infinity بيكون هنا ايه negative infinity وطبعا احنا عارفين لو حطين هنا union في النص ما بينهم union ما بين positive infinity و negative infinity اللي تندل مع بعض وكلهم هيديني في الاخر حاجة هيديني ال real number هيديني ال real number هيديني ال real number عشان كده احنا ممكن ان نتوصل بيقولك ان real number هي عبارة عن negative infinity و positive infinity negative infinity و ايه و positive infinity طب ليه يا مستر احنا كتبنا negative infinity الاول ما كتبناش positive infinity لان عندك ان في ال intervials لازمة نكتب ال smaller number الاول فيه تكون في first projection اللي هنا في المسقط الاول ده او المكان ده الاول هنا في first place هنا ده يبقى دايما في ال intervials بنبدأ بال number او smaller number بالرقم الصغير ما ينفعش ابدأ اكتب هنا رقم كبير لا رقم صغير وطبعا ان تعارف ان negative هو يعتبر اصغر من ايه من positive يبقى ال real number هي عبارة عن negative infinity و positive infinity عندك هنا كمان positive real number بنعبر انا بالانترفال عبارة عن zero و positive infinity zero و positive infinity الزيرو بدانا بال zero الاول لان الزيرو ده اعتبر طبعا ما هواش اصلا positive هتقولي تب ايه اللي جابه لا ما هو مش موجود اصلا لا مستر موجود والله ما موجود ما جنبه قابل وبرضو انت عندك هنا positive infinity برضو قابل تب ليه مستر لان طبعا ال positive infinity انا ما عرفش نهاية الارقام ايه ودايما ال positive infinity و negative infinity دايما بيكونوا open interval دايما بيكونوا open interval الانترفال بتاعتهم بتكون ايه open يبقى نركز بالله عليك في الكلام ده طب negative real numbers بنعبر عنها بال ايه بالexperations negative infinity و zero negative infinity و zero طبعا negative infinity انت عارف ان negative numbers بتكون smaller than zero اصغر من zero فعشان كده احنا بدأنا بها و negative infinity دايما بتكون open وال zero طبعا بتكون open لانة zero طبعا ما يعتبرش هيكون negative الexperations انا عارف هي كده مما جدا 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 طيب تمام تعال كده بقى نشوف المسائل هتجيه ازاي لما يكون مسلا قدام examples اللي قدام كده كده اول بحيانا بيقول لي ايه zero five union three and eight يبقى تاني كده zero five union three and eight طبعا كل واحدة بالانترفال بتاعتها ويعنيين union ركز 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 يعنيين union union يعني بتحط النمبر زيدي مع النمبر دي طبعا خلي فعلمك الحاجات دات ممكن تتحل على النمبر line احنا هنحلها من غير النمبر line النمبر line ده نخليه الحصة الجاية في الفيديو اللي جاية كده كده نحل بالنمبر line يعني دلوقتي جاية ايه ممكن ان تتكلم مع vendك في الكلام عشان تفهمها. يبقى الانترفال الاولى دي هتلازرو الفاير? حط معهم كمان الانترفال السري والآن. يديك ايه في الاخر? هيديك طبعا الانترفال. انترفال كبيرة. ما اجيب لك انترفال صغيرة مع characters' صغيرة يديك في الاخر كبيرة. فيها نمبرز كتيرة يعني. او لك على طرقها تحلي باب سرعة. من غير بقى للنمبر ولا الكلام من تك اية ايوة اية اية. هتجيب ايه. ايوة? زيرو هاتو. واكبر رقم. الايت بس كلا. وكل واحد بيجيب الانترفال بتاعته. يعني الزيرو. هنكتب الزيرو والايت والانترفال بتاعت كل واحد فيهم. الزيرو بيكون عندك هنا. والايت هنا بيكون قابل. هيبقى الانترفال زيرو عند الايت. برضو ايه? لأ مش مالك. برضو مش دخلت مالك. مش ملمس برضو. مش م ايه? مش ملمس. تعالك نشوف التانية. نجدب ون ان سري. يونيون زيرو فاير. هتجيب السمولر والجريتر النمر وتاخدهم بس. اصغر نمر هنا مين? الزيرو. يحول. يحول. اصغر نمر. بحاتو. والجريتر هنا يكون مين? الفايف. بس كده. هيبقى النيجدب ون والفايف. وكل واحد بيجيب الانترفال بتاعته. بدأت ها? ها? ماشي. اللي بعدها. ماشي ها? شوف اللي بعدها. ماشي. ماشي ايه? ماشي. ها? هيكون مين? هنجيب الاصغر والاكبر. الاصغر مين? النيجدف تو. والاكبر مين? سري. هاتهم. طيب يا مستر الزيرو والون عادي. يبقى النيجدف تو سري. طيب اللي بعديها. النيجدف تو فايف يونيون اه. اعكس بقى. هنا جايب لك ست. النيجدف تو فايف. ايه ده مستر تجاب نفس النمبر? دي عم نسمع? اه ده? جايب لك هنا انترفال ويجاب لك هنا ايه? ست. يعني معنى الست ديت. يعني الارقام اللي في النص الاسري والفور مش معانا اصلا. ده بركز بقى معي بقى. ماشي? بركز معاين. ماشي امنا مركز. هنا اقلك. نيجدف تو. وفايف يونيون نيجدف تو فايف. ماشي. لو جلت العزين هتلاقي نيجدف تو هنا ايه? قابن. الله يفتح عليك. قابن ديت يعني معانا ولا اش معانا? مش معانا اشاطر. مش معانا. طب افرد بقى انا جبتلك نيجدف تو من الناحية التانية من عند الست من هنا نحطها مع انترفال. هتبقى معانا ولا مش معانا? هتبقى معانا وبعد ما كانت هتبقى هتبقى closed لان كده بقت معانا ما هيونيون ليه؟ يعني بنحط بنجيبها معانا يبقى نيجي تفتو هتبقى closed تمام كده؟ مالك فيه ايه؟ مش فاهم مش فاهم ايه حب قلبي بقولك نيجي تفتو هنا ايه؟ وبعد يعني معانا مش معانا مش معانا جبتها لك من ناحية التانية يبقى كده بقت ايه؟ بقيت معانا. ومعانا يعني ايه? اعملت الهنا اصلا ايه? يعني معانا مش معانا? معانا. والناحية التانية موجودة. يعني هي هي تحصل حاصل. جيت زي ما جيتش. ما هي معانا اصلا. يا رب تكون فهم. تعالي بقى ناخد الانترسيكشن. يا دي النيلة. اهنقف لحد كده بس والله. لحد كده واجازة بقى عما نكمل حصة جاية. هناخد بس الانترسيكشن. والانترسيكشن معناه ان احنا بنجيب الكومون المنتز. هنجيب الايه? الكومون المنتز. يعني المتشابه او المتكرر. زي ما قلتلك الحصة الجاية هعلمك ازاي تطلع الحاجات دي على النامبر لاي. مستبلاش النهار دو. عشان ما تلحبطش. مش. هنا اول واحدة اقول لك نيجيتف تو اندستري انترسيكشن الوان والفايف. الوان والفايف. عايزين نطلع الانترسيكشن. نعمل ايه? نعمل ايه? اه? نعمل ايه? اه? اقول انت. هقول لك نعمل ايه? في اليونيون كنا بنجيب السمولر والجريتر. ايوة. وكنا بن ايه? بناخده. المرة دي بقى. هنجيب ال nosso smallر برطة بس اي اي هنكلفهم اي هنكونسلهم بتقول اسم ان هنا في اللفايف هنكونسل ده و نكونسل ده هيبقى ال كانسل sending عند مين ايس ريو والون هيبقى عند مين С ريو والون هيبقى عند مين س التريو والون نجيب من الاول دبعا عشان سمولر هيبقى وان و سري و سري بردو مش فاهم يا ابني ركز ماشي تعال نشوف اللي بعدها هنجيب والسمولر بنعمل ايه ونكنسله الجريتر مين الفايف والسمولر مين الفضل مين التو والفور كل واحد بالايه بالانترفيل بتاعك التو والفور بردو بدأتها مصر ايه امن انت اصلا شاطر ماشي تعال اللي بعد ايه هتجيب الكبير والصغير وان ايه وانفورهم طلع على الكريتر هنا هنكون مين والسمولر الزيرو لأ مش الجريتر هنا والسمولر هنا عشان هنا هيبقى من دا لعندك مين الزيرو الون لحياتهم زي معهم بالانترفيل بتاعته ماشي ها لا لا خلاص فهمت تمام وان وفايف هنجيب الكبير والصغير تفضل لك الايه الون وثري بابدأ بالصغير هيبقى وان وثري طيب اخر واحدة اخر واحدة هنا بقول لك هنا ايه البوزيتيف ري اللي انترسيكت البوزيتيف توسري تلعالى المتشابه او اللي موجود في التوق انترفال البوزيتيف يعني البوزيتيف بس وان عندك بان انت هتجيب البوزيتيف بس في الانترفال دي البوزيتيف بس شو بقى هناخدها بالترتيب بصدف لأ سبك منها بصدف لأ برضو سبك منها اللي مفروض تكون بعد اللي مفروض تكون بعد اللي بعد زيرو بصدف اه هيبقى هجيبه هيبقى ممكن تكتب كده هيبقى ممكن تكتب بالطريقة التانية ايه هي ان انا اجيب زيرو بس زيرو هيكون هتكون يعني معانا عانوش معانا مش معانا مش معانا يبقى خلاص اللي بعد زيرو هيكون هو اللي هيكون معانا هتقوله تابقى اللي تحتية برضو تنفع تابقى اللي فيها برضو تنفع متابقى عامل بمزاجين ممكن تجيك هنتدخلي بالك يبقى هنا تاني المسألة بيقولك ايه? يبقى انت هتطلع لك بس هتطلع بس الخدها بالترتيب كده. مش معانا. الزيرو مش معانا. بعد الزيرو اه يبقى اجيب الزيرو بعد. بس اخليه قابل. بس كده. وكفية الكلام لحد كده. ونكمل ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.